اخبرنا الدولية الآن عينا اليوم وزير شؤون الخارجية والجلية الوطنية بالخارج المطالة مامرة عملية سير مسابقة توظيف الخارجي للاتحاق بسلكي ملحقي وكتاب الشؤون الخارجية على مستوى مركز امتحاني الجزائر العاصمة بجامعة واري بومدين بباب زوار واتات عملية وتوظيف هذه تنفيذة لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد مجيد بون الرمية لتعزيز الجهاز الدبلوماسي والتي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ وزارة شؤون الخارجية من حيث عدد المترشحين وأزدى الوزير العمامرة تعليمات لاحترام الصارم للقانون من أجل ضمان شفافية ونزاهة مسابقة كما شدد قبل ذلك على ضرورة أخذ كل تدبير اللازمة لضمان مشاركة كل المترشحين الذين يستوفون شروط القانونية تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص سيما من خلال فتح باب ترشح لأبناء الجالية الجزائرية في الخارج فضلا عن توفير تسهيلات لازمة لأبناء الجنوب الجزائري الذين سيمتحنون على مستوى مركز ورغلا بالإضافة إلى أربعة مراكز جهوية أخرى في كل من قسنطينا وهران البوليدا الجزائر العاصمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر